طالب رئيس الجمهورية ميشيل عون رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبيو جراندي الذي استقبله في القصر الجمهوري بأن تطلع المفوضية بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان سيواصل تنظيم العودة للنازحين الراغبين في ذلك مشددا إلى أنه لا يجب أن تكون هناك عوائق أمام رجوعهم إلى بلادهم كما أطلع جراندي الرئيس عون على نتائج زيارته إلى سوريا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين وفي بيت الوسط التقى الرئيس المكلف سعد الحريري المفوض السامي لشؤون اللاجئين في حضور الوزير رمعين المرعب ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم الملة وتناول اللقاء أوضاع النازحين السوريين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واضحة جدا وتعتقد أن أفضل حل مسألة اللاجئين في المنطقة والذي بلغ عددهم أكثر من خمسة ملايين هو العودة الطوية والآمنة ونعرف أن الوضع صعب جدا في سوريا في السنوات الماضية ونحن كنا على الطلاع على العقبات التي تمنع اللاجئين من العودة وقد ناقشنا بوضوح مع الحكومة السورية كيفية مواجهة بعض هذه العقبات ومنها القانونية أو لها علاقة بالوثائق وقد أخبرت الرئيس عون بهذه المحادثات وكذلك الرئيس الحريري تعاوننا مع لبنان سيستكمل نحن على علم بأن هناك أمور جديدة دخلت على الخط ومنها المبادرة الروسية وهي مهمة جدا لأن روسيا تلعب دورا مهما في سوريا جراند التقى أيضا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبحث معه أوضاع النازحين السوريين في لبنان والإجراءات التي تتخذها المديرية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم كما عقد جراندي مؤتمرا صحفيا في مكتب المفاوضية الأمم المتحدة أشار فيه إلى ضرورة انتظار التطورات التي ستحصل في إدلب قبل اتخاذ أي خطوات ضمان العودة الأمنة للاجئين وتوفير البنى التحتية وحل الأمور القانونية ليست سياسة جديدة لكن لربما يجب انتظار ما سيحصل في إدلب وإذا كان هناك من فرص عودة النازحين فيجب أن نستغلها ونحن دائما ندعم من يريد العودة وأشار جراندي إلى أن بعض النازحين مترددون بالعودة تجنبا للخدمة العسكرية خاصة وأن الحرب في بلادهم لا زالت قائمة